مساء الخير مشاهدينا برحب بحضراتكم وحلقة جديدة من مساء الخير وكل الأمان الطيبة للزميلها بصفة يكون مع حضراتكم إن شاء الله في أقرب وقت الفترة القادمة خلينا بدأ مع حضراتكم يمكن بالحدث الأهم واللي مش متعودين عليه كمصريين ويكون من مسؤول مصري وهو الكلام أو الكلمة اللوجهها الدكتور مصفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للشعب المصري من خلال اجتماعه في الفيديو كونفرنس مع المحافظين للنهاردة حقيقة فكرة إنك يكون فيه الطرح للتعامل النهاردة فكرة إنه يوضح بهذه الصورة أن يكون حريص أن تصل الصورة للمواطن المصري بكل هذا الوضوح والتفسير لكل الإجراءات اللي حصلت للأقصدية اللي حصلت الفترة الأخيرة ده شيء يمكن أنا شايفة إنه طفرة في التعامل ما بين المسؤول والمواطن المصري كلام موزون إنه يشرك المواطن المصري في اتخاذ القرار ده شيء عظيم خلينا أقول طوال العشر سنين الأخيرة كان المواطن المصري هو البطل في المرحلة دي تصلح اقتصادية كورونا كل الإجراءات قريبا مرت عليه لكن هو كان ثابت وبيدعم دولته وده اللي احنا شفناه وكلنا نشهد به فيجي النهاردة رئيس مجلس الوزراء يوجه الكلام للمصريين ويوضح لهم كل إجراء اتخذ ليه فكرة كل مساهمة حصلت فكرة إنه ما نتكلم على أنبوبة البتجاز وأنها سعرها كذا وأصلا بتكلف الدولة 200 جنيه فلأ ده أنا دعمك بكذا أنا ما شلتش الدعم فكرة الكلام عن الخبز فكرة إنه يتكلم ويوصل كل المعلومات بالشكل البسيط الثالث وتقريبا ما كانش بيقرأ من وراء غير إنه كاتب عنوين أو حاجة وبيتكلم من قلبه بيتكلم بالتفسير بيوضح كرب أسرة كبير عيلة بيقول لهم يا جماعة أدي أنا ميزانياتي كذا ودخلي كذا وبشتري الحاجة الفلانية بالسعر الفلاني وبضيف عليها كذا مش بقول لكم عليه بكلفكم باخد منكم شوية تكلفة وده اللي قاله على زيادة سعر البنزين والسولار الأخيرة وقال إحنا بنتكلف أكتر من كده كتير لكن خدنا شوية من المواطن عشان يدعم معنا فكرة إنه يشارك المواطنين ما كانتش بتحصل طور عمرنا يا جماعة كنا بالقرارات بتطلع وينفزها المواطن وتتنفز عليه وهو ما يعرفش لطلعت ليه ولا إيه الحيثيات اللي وراها ولا حتى يعترض لكن اهتمام رئيس مجلس الوزراء اليوم بأن يوصل كل التفسيرات دي بأن يفنط كل البنوت كده واحدة واحدة للمواطن المصري ده فيه احترام شديد يستحقه المواطن المصري بلا أي يعني مقدرش يقول في حاجة كلنا نستحق إن احنا نفهم إيه الزيادة ليه وليه دلوقتي ما ممكن نستنى شوية فكرة زي ما قال السيد الرئيس السيس إنه إرجاء زيادة سعر الكهرباء ده شيء محترم جدا هيكون فيه زيادة ضريبة على بعض الموظفين اللي فوق الـ 220 ده شيء عظيم جدا في الوقت اللي كل دول العالم مش بتخفف أبدا الأعباء على المواطنين أنت في الوقت ده بتزود تكافل وكرامة عندك وقد إيه فكرة تكافل وكرامة دي تخيله أسرة ما عندهاش دخل سابت تخيله أسرة ما عندهاش عائل تخيله أسرة فيها أطفال تخيله أسرة فيها كبار في السن وكل ده كانت طوالي السنين اللي فاتت دي ما بتعرفش عايشة إزاي بقى كرم ربنا إحسان الناس عارفة أنها تجيلها فلوس ناردة لكن مش هيجيلها بكرة إحساس الرعب وعدم الأمان لكن فكرة أنه عارفة أنه عندي دخل سابت وأن أنا هيجيني على الأقل آخر الشهر أيا كان بقى 500 جنيه ألف جنيه أيا كان المبلغ لكن مبلغ سابت ده أكيد شيء مطمئن جدا وتكافل وكرامة دي من أعظم الأشياء لأنت بتجي دلوقتي في عز الأزمة الاقتصادية اللي فيها العالم كله ومش أنت بس وانت جزء من العالم لازم تتأثر ويقولك أن أنا بزود أيضا أسر التكافل وكرامة لأربعة مليون أسرة تقريبا الفترة اللي جاية شيء عظيم عندي زيادة في الإسكان الاجتماعي وده شيء رائع زي ما قالي سيد الرئيس منذ توليه مش هيكون في مواطن ما عنده الشقة وإحنا البيت للمواطن المصري ده يعني روحه أديني بيت واربع حيطان كده أبقى فيهم أنا وعيلتي وبعد كده أي حاجة تانية لكنا كلها بدقة بس المهم أن أنا في بيت ومقفول علي كمان عندي التأمين الصحي وفكرة قد إيه كل الموادرات الصحية لأنا بشهد أنها فعلا من أعظم ما حدث للمصريين وأن أنا قضيت على فيروسي قضيت على أمراض كثيرة جدا كانت ممكن تهد قوام المجتمع المصري بعد فيروس كورونا كمان عندنا علاج غير القادرين وده طوال الوقت موجود ما فيش حد ممكن يروح مستشفى ما لاقيش علاج ممكن يعني الدنيا مش أحسن حاجة في المنطقة دي بس موجود ما فيش حد بيموت يعني لازم يروح مستشفى يلاقي مكان يتعالج فيه دعم الفلاحين وده شيء عظيم جدا وكلام على الأمح وأن هما كانوا بيسيبوا الفلاح براحت الفترة اللي فاتت لكن نظر للظروف اللي فيها العالم كله واللي فيها البلد علوا سعر أن هما ياخدوا منه الأمح وكمان لازم يورد الأمح للحكوم لأن أنا كنت عارفة بما أني بشوف ممكن يخلوا بعض الأمح في البيت ليهم يبعوا بشكل شخصي يبعوا منه شوية شوية يصرفوا منه يبقى نوع من أنواع الدخل للأسرة حقيقي الكلام اللي تقالي النهاردة فكرة احترام المواطن ده شيء أنا عايزة يستمر طول الوقت وعايزة أقول اللي بدأ بالثقافة دي كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لما نلاقيه في كل مؤتمر كل تواصل ما بينه وما بين المواطنين يحكي بالراحة احنا عملنا النقطة دي بالشكل الفلاني وبتفصيل التفصيل اللي لازم مواطن يكون عائفها ففكرة الغرف المغلطقة اللي بتتاخد فيها القرارات ما بقتش حصلة دلوقتي وما بقتش طليق بالمواطن المصري اللي هو شريك في أي نجاح مرت به الدولة المصرية تحيتي للمواطن المصري تحيتي النهاردة لدكتور مصفى مدبولي وعايزين نكمل على كده كمان هو أمر يعني أدى أوامر للمحافظين أنهما يتبعوا بنفسهم التنفيذ أو الإشراف على التسعيرة بتاعة ركوب السيارات والسيرفيز احنا كمان قال المواطن المصري ده اللي نقولتهم بارح دور كل واحد فينا نكون في رقابة مش أجي أركب المواصلة يعليلي قدي كده وقوله تمام يلا عشان نوصل وخلاص ما هي ده السنة مش رايحة غير مشوار ده النهاردة الموضوع مش في مشوار الموضوع في فكرة الاستغلال اللي احنا بنتعرض له طول الوقت من المواصلات من الخدمات من السلع فكرة ان انا كل رقيب ده هيمنع استغلالي في أي وقت من الأوقات تحية لدكتور مصطفى مدبولي واتمنى ان ده يحصل في كل المناطق وكل المحافظين الفترة الجاي خليني أبدأ مع حضراتكم وهنتكلم مع دكتور مصطفى مدبولي وهنقليني ناخد كمان تليفون وعرف أكتر ترأس اليوم دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرنس بحضر الواق محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أكد دكتور مصطفى مدبولي أنه حرص على متابعة المواقف في كل المحافظات في ضوء القرارات الأخيرة للجنة تسعر تلقاء للمنتجات البترولية خاصة أنها تضمنت زيادة سعر السولار لأول مرة من 30 شهر وأوضح أن الدولة تحملت على مدار الفترة السابقة الزيادات غير المسبوقة التي حدثت فيها المنتجات البترولية والأخاص في السولار وشدد على عدم استماح لأحد بأن يستغل الوضع بفرض الزيادات غير مناسبة في الأسعار خانتنا نشوف جزء من كلمته والهمة جدا وهنرجع نتكلم مع حضرتكم فيها ترجمة نانسي قنقر